كيف يقوم إبليس بعمل التجربة؟ ونبص عليهم إبليس عملية فنقدر نتعلم فالموقفين اللي هندرسهم هو موقف جنة عد اللي هو أول ظهور لإبليس في الكتاب المقدس في سفر تكوين أصاح 3 أول ظهور واضح ونتكلم عن تجربة المسيح على الجبل فموقف من العهد القديم وموقف من العهد الجديد خليني أرى بعض الآيات اللي حصل فيها الموقف في الكتاب المقدس في سفر تكوين أصاح 3 هقرى من عدد 1 لغاية عدد 7 يقول الكتاب وكانت الحية أحيال جميع حيوانات البرية التي عاملها الرب الإله فقالت للمرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما من ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموتها فقالت الحية للمرأة لن تموتها بل الله عالم أنه يوم تأكلاني منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفيني الخير والشر فرعت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها باهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلماء أنهما حريانان فقطاء أوراكتين وصنعاء لأنفسهما مأذر خلينا نشوف إزاي إبليس بيجرب زي ما قلنا لكي لا نجهل أفكاره أول سؤال سألوا إبليس لحوة قال لها أحقا قال الله أحقا قال الله لا تأكلها من ثمر شجر الجنة ثمر شجر الجنة كله أحقا قال الله ده أول سؤال وهنا التساؤل بتاعه نلاقيه أولا بيسأل عن حقيقة فمحدش بيسأل عن حاجة حقيقية حقيقة موجودة حاجة تانية مبلغة من كل شجر الجنة طيب أنت عارف الله قال إيه الحاجة التالتة التشكيك أحقا هل فعلا قال كده الحاجة التالتة الكذب هنا بيبتدي بسؤال علشان يتجادم أطراف الحديث لكنه بعد كده هو بيصير الشك عشان كده من الأول لا تتناقش مع إبليس مهم جدا أنا مش هتلاقش معاه لكن إثارة الشك في صدق محبة الله حقا قال الله وبعد كده هو يتكلم معنا وكأنه هو بيحبنا وكأنه ربنا هو اللي بيكرهنا لأ ده أنتو محرومين من حاجة أنتو مشوخين بالكم منها أنا هقول لك على طريقها موسيقى